أما طلبة العلم فلا زلت أذكر نفسي وإياهم بتقوى الله وبلزوم طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعلم وتعليم الناس وكما أمرنا ربنا في كتابه الكريم وجادلهم بالتي أحسن فجديرهم بطلبة العلم أن يقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله ووالله ما رأيت شخصا خاض في هذا الطريق طريق الطعن في العلماء وازدراء العلماء وانتقاص العلماء إلا ويبتلى إلا ويبتلى في نفسه أو في أهله أو يصرف عن العلم الشرعي أو يرى منه انحراف فجدير بإخواني أن يحافظوا على أنفسهم فإن الله يدافع عن آل الإيمان وآل العلم وستصلت عقوبات من الله إما في الدنيا أو في الآخرة على البغاة المعتدين نسأل الله أن يحفظنا وأن يسلمنا